اشتركوا في القناة وقع سموه سعادة السيد هشام بن محمد الجدر وزير شؤون الشباب والرياضة خلال الجولة حيث طلع سموه على المرافق العامة للمركز وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن مركز المحرق الشبابي النموذجي يعتبر أحد الوجهات المميزة للشباب البحريني في ظل اهتمام القيادة الرشيدة بتوفير أفضل الخدمات للشباب البحريني مشيرا سموه إلى أن القيادة الرشيدة حريصة على توفير البيئة المناسبة للشباب البحريني وحرص سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس لعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية على تنفيذ تطلعات القيادة الرشيدة وإشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالمرافق العامة لمركز المحرق الشبابي النموذجي موجها سموه وزارة شؤون الشباب والرياضة بتقديم كافة المستلزمات التي يحتاجها الشباب في المركز ترجمة نانسي قنقر